وفقاً لما تنقله الصحافة الروسية أنا واثق تماماً من أن العلاقات بين روسيا وتركيا مبنية على صداقة في كل المجالات أي فيما يتعلق بالغاز الروسي والسياحة والفواكه التركية ومن حيث العلاقات التجارية وكذلك من الناحية السياسية فإن علاقاتنا بتركيا ممتازة علاقتنا بتركيا مسيسة جداً لا تعجبني معاملتهم معنا بل ومعاملتنا معهم كذلك كي نكون صريحين يطعن بعضنا بعضاً في الظهر الجميع يبحث عن مصلحته أما بالنسبة للملف السوري لقد مللنا من كل هذه الأخبار سواء أكانت سوريا أو تركيا أو أوكرانيا أو كورونا هذا رأيي وسأكون شاكراً لكم لو تمكنتم من عرضه كما هو لا أصدق أردغان هو رجل سياسة ففي السياسة لا يوجد أصدقاء هناك فقط علاقة مبنية على مصلحة طالما كانت مصلحة أردغان مرتبطة بروسيا فيستغلها ولكن إذا غيرت مصلحته فسيتخلى عنها لم أسمع عن التصعيد في الشمال السوري لكني أعلم أن الوضع في سوريا لم تتم تسويته ولا يوجد حل له سمعنا عن زيارة أردغان من موظفي الفندق أن مع أن تكون علاقاتنا جيدة نحن بعيدون عن السياسة ولكن همنا أن لا يعاني قطاع السياحة سمع رائعين من موظفي الفندق اشتركوا في القناة